هذه هي HMS Daring أول سفينة مدمرة جديدة بنيت في بريطانيا منذ عام 1985 يرتفع برج مراقبتها عالياً فوق سطحها وهي واحدة من ست مدمرات مثلت قفزة نوعية في التقنية البحرية بوصفها جزيرة برزت بريطانيا كقوة عالمية من خلال فتح البحار وبسط سيطرتها عليها رغم تراجع الدور البريطاني في العالم فإن البحرية الملكية تعتقد أنها ما زالت قادرة على التأثير في أركان العالم الأربع أصبحت البحرية بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها في القرن الواحد والعشرين من خلال سفينة حديثة وتقنية لم تشهدها البحار من قبل بدلا من هذه السفن القديمة التي تجاوزها الزمن كيف استطاعت هذه المؤسسة القديمة التكيف مع العالم الحديث؟ تبدأ قصتنا وحكاية حياة ديرينغ في مارس آذار عام 2003 منذ البداية صممت بمقاييس ضخمة وأحدثت ثورة في صناعة بناء السفن التقليدية اشترك أكثر من عشرة آلاف مقاول لإنجازها أصبح حوض بناء السفن خطا لتجميع القطع كانت السفن فيما مضى تبنى وتثبت بالبراشيم والمطارق أما الجيل الجديد فيعتمد على بناء الأجزاء منفصلة وبسرعة يشير الجدول الزمني للبحرية إلى أنه يجب الانتهاء من ديرينغ في أقل من خمس سنوات ونصف قسم العمل بين ثلاثة مواقع في جنوب بريطانيا وسكوتلندا انتشرت المهام عبر البلاد وروقب الجدول الزمني بشكل مستمر سيتم جمع الأجزاء سويا في هيكل طويل واحد هنا في حوضي سكوتستون على نهر كلايد موطن بناء السفن الرئيسي بينما يتم العمل على استكمال الأجزاء في الفروع عبر البلاد ينتظر فريق المقاولين بقلق لمعرفة إن كانت حساباتهم صحيحة وإن كانت القطع ستندمج سوية كما وعد البحرية سيبلغ طول الهيكل النهائي 152 مترا وعرضه أكثر من 21 مترا ستكون ديرينغ أضخم سفينة تدشن في حوضي سكوتستون كل ما ينقصهم الآن هو مقدمة ديرينغ التي صنعت على بعد 800 كيلو متر في بورت سموث على الساحل الجنوبي في بريطانيا إنه شهر يونيو حزيران عام 2005 جزء المقدمة النهائي الذي وزنه 900 طن وضع على قارب شحن لنقله إلى سكوتلندا حيث سيتم جمعه مع بقية أجزاء هيكل السفينة بينما تتجه المقدمة شمالا يستمر العمل على الجزء الأوسط بالطراد في حوض سكوتستون تلحم الصناديق الفولاذية سوية لتشكيل السطح المكون من 13 طبقة يتطلب الأمر 600 عامل وعاملة يعملون على مدار الساعة للتقييد بالجدول الزمني أكثر من 70% من المعدات الرئيسية في بناء ديرينغ حديثة تعتبر البحرية هذه المعدات رائدة وأساسية ومستدامة في المستقبل فهي قادرة على استعاب المعدات الحديثة متى أصبحت متوفرة أصبح القدم باديا على مدمرات البحرية الحالية لكنها تطورت من خلال أحدث التقنيات في عصرها جابت الأساطيل الملكية عباب محيطات العالم خلال أربعمائة عام من أجل حماية المصالح البريطانية في الخارج كان سلاح البحرية حاسما في بناء الإمبراطورية العالمية الوحيدة وإقامة المستعمرات في أركان العالم الأربع حتى في الحرب العالمية الثانية كان الأسطول الملكي هو الأكبر والأفضل تجهيزاً والأكثر فاعلية في أعالي البحار البروفيسور إيريك جروف هو أحد المتخصصين بكل ما يتعلق بالبحرية شكلت بريطانيا أول قوة بحرية في أواصل القرن السابع عشر وخلال مئة وخمسين عاماً تطور الأسطول ليصبح الأكبر والأقوى عالمياً وقد أرسل إلى الترافلغار وأثبت جدارته في الحرب النابليونية وخلال القرن التاسع عشر حافظت بريطانيا على أفضليتها في البحر فثبتت هيمنتها العالمية ولكن في الحرب العالمية الثانية برزت الولايات المتحدة ومنذ نهاية تلك الحرب أصبح دورنا الرئيسي في أننا الحلفاء الأهم للولايات المتحدة بما يشبه الحلفة البحرية الأنولو أمريكي ربما كانت الانتصارات البحرية مثل ترافلغار أسطورة في المعارك البحرية لكن التاريخ الحديث يرفع النقاب عن مجموعة من الشكوك في التزام التقنية الحديثة في البحر كانت هناك ست سفن ملكية حملت اسمها ديرينغ كانت الأولى شراعية ذات 12 مدفعاً وقد جنحت عند ساحل أفريقيا الغربي عام 1813 فأغرقت عمداً كي لا تقع بيد الفرنسيين كانت الثانية شراعية أيضاً وب 12 مدفعاً وقد خدمت في أمريكا الشمالية وغرب الأنديز لعشرين سنة سفينة ديرينغ الثالثة كانت مزودة بأربعة مدافع فقط لكنها كانت شراعية وبخارية وبنيت من جسم معدني يغطيه خشب الساج والنحاس وخدمت في أسطول المحيط الهادي ومحطة الصين ديرينغ الرابعة كانت مدمرة طوربيدية تمتعت لفترة قصيرة بكونها أسرع سفينة على الإطلاق بسرعة بلغت 28 عقدة والسفينة الخامسة التي حملت هذا الاسم كانت بقيادة اللورد لويس مونت باتن لفترة قصيرة أغرقت تحت قيادة شخص آخر من قبل الغواصة الألمانية يو 23 في شهر فبراير شباط عام 1940 كانت المدمرة الملكية الأولى التي تغرقها غواصة ألمانية في الحرب العالمية الثانية قضى كل أفراد طاقمها تقريبا ثم جاءت ديرينغ السادسة وطاقمها الذي يتذكره يونانيون على جزيرة كيفالونيا بفضل مساعدتهم الإنسانية بعد زلزال عام 1953 الهدف من ديرينغ الجديدة إضافة إلى الخمس مدمرات الأخرى من دراز 45 هو استبدال سفن الأسطول القديم من طراز 42 التي صممت قبل ظهور شبكة الإنترنت والهواتف النقالة كانت المدمرة من طراز 42 أساس الأسطول الملكي منذ أن بدأت بالخدمة خلال الحرب الباردة شهدت العديد منها أحداث حرب فوكلاند عام 1982 وخلال حربي الخليج أحد الخبراء الذين خدموا على متن هذه السفن هو الأدميرال المتقاعد فيليب ويل كوكس كانت حديثة في سبعينيات القرن الماضي عندما بدأت خدمتها وكانت فعالة جدا حين أرسلت إلى جنوب الأطلسي عام 1982 وقد خسرنا اثنتين منها كوفينتري بهجوم جوي بالقنابل وشيفيلد بهجوم صاروخي أصيبت البارجة شيفيلد بصاروخي أكسوسيت نتيجة لهجوم شنته الطائرات الأرجنتينية عليها قررت البحرية إعادة النظر بالأخطار الجديدة التي تتهدد السفنة وهي الصواريخ عالية الدقة دروس حرب فوكلاند كانت نقطة البداية في تطوير مدمرة جديدة مضادة للطائرات طرازة 45 طراز 45 طراز 45 هو ذروة الدروس التي تعلمناها لو كان لدينا مدمرة من هذا الطراز في وحدة الهجوم لاختلف الوضع بشكل كامل بعد تسع سنوات ساهمت المدمرات من طراز 42 في الحلف في حرب الخليج عام 1991 استطاع القبطان الشاب فيليب ويل كوكس من خلال قيادته للبارجة بلوستر القيام بأمر لم يكن أسلافه في حرب فوكلاند قادرين على فعله لكن الفرق هو أن سفينته لم تتعرض لهجوم جوي خلال حرب الخليج الأولى كنت قائدا لبارجة شبيهة بهذه البارجة بلوستر كانت مهمتنا مرافقة البارجة الأمريكية ميزوري وفرقاتة إزالة الألغام نحو الساعة الخامسة صباحا قام فريق تحليل الصور في الخلف برصد هدف على الرادار قادم من قبالة الساحل الكويتي اتخذ ضابط الدفاع الجوي الذي كان يجلس هنا القرار بأنه صاروخ على الأرجح في ذلك الوقت كنت في الأعلى بحجرتي وتوجهت لأسفل قيل لي خلال ثلاث عشرة ثانية علي اتخاذ موقعي لإصدار الأمر بإطلاق النار أو عدمه حينها كانت السفينة تبتعد عن الساحل لذا كان الصاروخ متوجها لمؤخرتها وكان علينا القيام بمناورة لتصبح الراجمة في وضع قادرا على الإطلاق من الجهة الخلفية واعتراض الصاروخ بلمح البصر أدار فليب ويلكوكس سفينته وأصاب الصاروخ من طراز سيلك وورد استهرق الأمر تسعين ثانية من لحظة الرصد حتى التدمير نقطة ضعف المدمرة من طراز 42 هو أنها قادرة على رصد وتدمير صاروخين فقط في الوقت نفسه أما المدمرة من طراز 45 فقد كانت قفزة نوعية فقد صممت لرصد مئات الصواريخ وتستطيع تدمير 35 هدفا في الوقت نفسه من الواضح أن دروس حربي فوكلاند والخليج قد لعبت دورا كبيرا فيما تعلق بمواصفات مدمرتها الجديدة بالعودة إلى حوض بناء السفن وصل المزيد من الأجزاء الضخمة لإكمال أعمال البناء بدأت ديرينغ تأخذ شكل السفينة بني كل واحد من الأجزاء الستة بهامش خطأ لا يتعدى المليمترات كانت بيانات الحاسوب المصممة دقيقة واندمجت جميع الأجزاء كقطعة أثاث محكمة الصنع هناك الكثير من أعمال توصيل الأسلاك والأنابيب داخل الهيكل الذي جمع حديثا يبلغ طول الأسلاك داخل هذه السفينة 590 ألف متر تقريبا في سفينة على هذه الدرجة من التعقيد على كل قطعة أن تكون موصولة بأحد أجهزة الحاسوب كما أنها تقوم بخدمات الاتصال والضوء والتدفئة إضافة إلى أنظمة القتال في السفينة لذا فكل سلك متميز بذاته ويتصل بأداة محددة ما يسمح في النهاية بتشغيل هذه المعدات واجعلها قابلة للعمل في الحادي والثلاثين من يناير كانون الثاني عام 2006 وفي الموعد المحدد بالضبط كانت ديرينج على بعد يوم واحد من التدشين مع حضور العائلة الملكية وجب على شخص خبير القيام ببعض اللمسات الأخيرة هذه عبارة عن لمسات تجميلية بشكل أساسي إنها من أجل العرض فقط عند التدشين كي تبدو جميلة ومرتبة سيتم إزالتها عندما توضع في الحوض الجاف بعد تدشينها إنها تبدو هكذا في الوقت الراهن لكنها ستبدو مختلفة تماما عندما ننتهي ستكون جميلة عندما تنتهي أنت بحاجة إلى الكثير من المهارة لبناء هذه السفن أمر مدهش ما يستطيعون القيام به ولكن كما قلت إنها الأولى من نوعها والأكبر على ما أعتقد التي تدشن هنا لقد مروا بهذا من قبل ولكن حتى بناء السفن الخبراء قلقون عشية إطلاق ديرينج يمكن للكثير من الأمور أن تسير بشكل خاطئ عندما تنزلق على السكة سيكون المجال المتاح للخروج من البوابة بمقدار متر واحد وهذا ضيق إذا كان المد مرتفعا ولو بنسبة ضئيلة سيصبح الهامش أقل عندما تدخل الماء بشكل فعلي سنوقفها على بعد 15 مترا من بريه وهي الضفة المقابلة لنهر كلايد سيمنع ارتطام السفينة بالضفة المقابلة لنهر كلايد بواسطة سلاسل فولاذية تزن مئات الأطنان ومتصلة بأسفل الهيكل يوجد المزيد من السلاسل من جهة الميناء لتوجيه ديرينج عبر القناة بمواجهة التيار ستكون السفينة الأطول والأعرض والأثقل والأعلى التي يتم إطلاقها من هذا الموقع وهذا يبثل مزيد من المخاوف في نفوس الجميع انتهى العمل وتعود القوة العاملة إلى منزلها حقيقة أن خمس سفن ستطلق من هذا الحوض يعني أن عملهم مضمون إلى ما بعد عام 2012 الأول من فبراير شباط سنة 2006 على الرغم من البرد القارس تجمع العديد من الجماهير عند نهر كلايد يعتبر إطلاق السفن بمثابة خرصة يحتفل بها السكان المحليون بينما يمتلئ الحوض بالناس يمكن لمس شعورهم بالفخر وفي ذلك إشارة إلى بدايات مشاركة البحرية في احتفال إكمال سفينتها الجديدة انظر إلى الأطفال وبالوناتهم إنهم بمثل حماسة تقريبا اليوم هو يوم رائع يفتتح مراسم التتشين الأبنرال البحري ويست الذي يعد أحد أكثر البحارين خبرة في البحرية كان قبطانا للبارجة أردينت التي غرقت خلال حرب جزر الفوكلاند وخسر 22 فردا من طاقمه حافظ على التقليد البحري الجوهري بكونه آخر من غادر السفينة الغارقة أنا متحمس لأنني أعد بطلا اليوم سأغادر البحرية قريبا وأنا فخور بأننا ضممنا هذه السفن لقواتنا البحرية هذا يوم صانعي السفن لأنه إنجازهم وهم يقومون بالحسابات الأخيرة لضمان انزلاق السفينة إلى الماء بأمان والأمر بالغ الأهمية فالبحرية الملكية موجودة هنا واليوم يوم احتفال حيث تتحول السفينة من مشروع هندسي معقد إلى سفينة حربية الكونتسة ويسكس رعية ديرينغ موجودة في ميناء غلاسكو لتشين السفينة أطلقت عليها اسم ديرينغ وليحفظها الرب ومن يبحر عليها سالمين بعد أن كسرت الكونتسة زجاجة الشامفاني على الهيكل خيم الصمت بضع ثوان وسبب ذلك أن ما يثبت السفينة مرساتها التي تحملت ثقل السفينة طوال شهر المنصر سنثبت الرافعات الهيدروليكية على المقدمة وبدفعة صغيرة ستنطلق السفينة مبتعدة ولكن ما إن تبدأ في التحرك فلا يمكن إيقافها المسافة المتاحة عند خروجها من البوابة هي متر واحد أو أقل بقليل بعد أن دخلت مياه النهر بسلاسة ولم يحدث أي ارتطام عنيف بدأنا بجرها داخل الماء باستخدام سلاسل الجر توقفت على بعد 20 مترا من جدار الرصيف وقد توقعنا المسافة بـ 15 مترا هذا مدهش حقا بعد الانتهاء من المراسيم نقلت ديرينغ مباشرة إلى الحوض حيث سيتم تركيب بقية تجهيزات الرادار المعقد وبقية الأنظمة الحاسوبية بعد 18 شهرا فقط سيحل موعد إبحارها خارج نهر كلايد لتبدأ التجارب البحرية عليها خلال أيام سيبدأ حوض السفن بتجميع المدمرة التالية من طراز 45 أما بالنسبة لديرينغ فحياتها قد بدأت للتو ترجمة نانسي قنقر تدين المدمرة ديرينغ بمواصفاتها المميزة إلى رادارها الثوري الجديد تتربع هذه القبة عاليا لتمسح الأفق في البحر وتضم سامبسون أحدث رادار بريطاني الصنع فرانك هاو رئيس فريق تطوير سامبسون في شركة بي اي اي سيستمز انسايت هذا الرادار تقليدي لأنه يحتوي على جهاز واحد للبث وآخر للاستقبال لكنه في الحقيقة يبث الموجات على شكل مروحة إلى السماء فإذا اصطدمت الموجات بجسم ما ترتد منعكسة فيستقبلها الرادار ويظهرها على شاشة مشغل الرادار على سطح السفينة هذه مهمة واحدة أما الرادار متعدد الوظائف فهو يقوم بعدة وظائف وما يجعله قادرا على ذلك هو تضمنه لآلاف أجهزة البث والاستقبال خلافا لأي جهاز في الحالة العادية طراز 42 يعترض هدفين فقط في آن واحد أما سامبسون فيستطيع اعتراض عدة أهداف في الوقت نفسه ومتابعة عمله في الرافة يركب على مكن السفينة على ارتفاع 36 مترا فوق سطح البحر لكي يكون قادرا على رؤية الأفق ما يمكننا من رصد التهديدات المحتملة بسرعة كبيرة جدا والميزة الأخرى في سامبسون هي أنه قادر على التعامل مع أي أهداف جوية في السماء فهو عمليا يمسح الأفق والأعالي بينما يستمر بالدوران لذا فهو يؤمن نطاقا أمنيا واسعا يمتد مئات الكيلومترات ما يعني أنه لا يحمي السفينة فحص بل يحمي كذلك أي قطعة تقع ضمن نطاق طبة الحماية يزن رادار سامبسون خمسة أطنان ويقوم بثلاثين دورة في الدقيقة السفينة عريضة وطويلة بما فيه الكفاية لتأمين قاعدة مستقرة في جميع الظروف المناخية يتربع سامبسون عاليا على سارية مصممة خصيصا لتستوعب كافة الأجهزة الإلكترونية ومحولات الطاقة تصنع السارية في بورت سموث وستشحن إلى سكوتلندا حيث يتم تزويد ديرينغ بالمعدات اللازمة في الحوض الجاف الخاص بالسفن شفارات المروحة التي تزن الواحدة منها طنين تقريبا صبت من خليط معدني مقاوم للصدق هذه الشفارات هي المسؤولة عن تسارع ديرينغ الذي سيبلغ أكثر من ثلاثين عقدة بحرية وكذلك عن إيقافها خلال مسافة لا تتعدى خمسة أضعاف طول السفينة تنتصب السارية وسط سطح السفينة يقوم الرادار بعيد المدى بدعم وحدة عمل سامبسون متعددة الوباري عندما يتم تشغيله سيكون قادرا على رصد مئات الكيلومترات ينتصب المدفع آلي التلقيم والتشغيل من عيار أربعة بوصات ونصف على الجزء الأمامي يرفع رارو سامبسون بزنة خمسة أطنان فوق السفينة ليركب على السارية بارتفاع يبلغ اثنين وثلاثين مترا فوق سطح السفينة كما هو حال الأعين والآذان سيغذي الرادار نظام التحكم الصاروخي بالمعلومات يثبت أمام البرج ثمانية وأربعون صاروخا حجم واحدا منها يعادل حجم غرفة الهاتف تتلقى الصواريخ الأوامر من رادار سامبسون وهي الدفاع المضاد للطائرات وللهجوم الصاروخي صمم النظام للتحكم بعدة صواريخ في الوقت نفسه مع اقتراب إتمام ديرينج يتزايد التحاق الضباط والبحارة منذ اللحظة الأولى لهم على متن السفينة لا يخفى على الطاقم الجديد ملاحظة الفروقات وخاصة تحت ظهر السفينة المناورة بهذه السفينة أسهل بكثير كما أن تصميمها أفضل بكثير وممراتها أوسع إنها أكبر من طراز 42 والتي كانت صغيرة جدا ولا يمكن فيها لشخصين أن يمر في أحد الممرات في الوقت نفسه لأول مرة أخذوا ظروف معيشة البحارة في الحسبان وبجدية صممت المقصورات لتأوي ستة فقط حتى بالنسبة لذوي الرتب المتدنية هذه هي المساحة المخصصة لي هذا هو لو حن أستطيع أن أضع عليه ما أشاء من الصور أو أي شيء أرغب فيه ولدينا كذلك خزانات شخصية خاصة من أجل مقتناياتنا الثمينة وهناك خزانة شخصية أخرى لدي خزانة أكبر لتعليق جميع قمصاني وسراويل إضافة إلى ثلاثة رفوف ودرج آخر إضافة إلى درجين خاصين لوضع أحذيتي وما إلى ذلك لا بد أن الأوضاع كانت سيئة على السفن السابقة حتى وجدوا أن هذه الحجرات فسيحة أصبح بإمكان البحارة ذوي الرتب المتدنية الحصول على حجرات خاصة وهذا أمر لم أكن أحلم به كضابط خلال معظم فترة خدمتي أصبحت فرصة الاستحمام هنا واحد على اثنين عشرة بدلا من واحد على خمسين في السابق لم يكن الأمر هكذا في أيامي ولكن علي أن أقر بأن نوعية الأشخاص اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه منذ واحد واربعين عاما عندما انضمنت إلى البحرية معظم الضباط الشباب أكثر تركيزا مما كنت عليه بعمره هذا هو مكتبي وقمرتي في نفس الوقت لذا هذا هو مكتبي وهناك سأضع حاسوبي يتمتع جميع ضباط الصف إما بحجرة لشخصين فقط أو حجرة فردية ستجد إذا نظرت إلى هناك بغسلة صغيرة وخزانة ثياب أحفظ فيها بملابس رسمية والمدنية وهنا يقع سريري الذي لم أجربه بعد من الواضح أن علي القيام ببعض الترتيبات الليلة يجب القيام بها قبل أن أستقر فيها شهر مايو أيار سنة 2009 تنسل HMS Daring مبتعدة عن مرساها في ليفر بول بعد عطلة أسبوعية جاءت بعد أعياد رسمية سمح للزوار بالصعود على متن أحدث سفينة في الأسطول يعني عمّة الناس ترى كيف تنفق ميزانية الدفاع من المتوقع أن السفينة من طراز 45 ستكلف دافعي الضرائب مليار جنيه استرليني لا يشكل المبلغ الإجمالي المقدر بستة مليارات سوى نقطة في بحر تكلفة إنقاذ البنوك البريطانية لكن البحرية تعتقد بأن عليها تفسير النفقات انضم ضابط قيادة جديد إلى طاقم السفينة النقيب بادي مكلباين وهو غواص سابق في البحرية وخدم في حرب الخليج مرتين وقد أشيد بأدائه في حرب الخليج الأولى إنه وقت مثير جدا بالنسبة إلي والسفينة فقد وعدون بأن قدرتها تفوق التوقعات وتفوق أي مما كان عندنا في البحرية ووعدون بأنها ستكون على مستوى متقدم بل على أعلى المستويات والمثير خلال السنتين القادمتين هو إثبات ذلك موسيقى 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 يحتاج الأمر فريقا مكونا من 12 شخصا للإبحار بها خارج ميرزي يبدأ التسلسل الهرمي بالقبطان وعلى يمينه يقف الضابط المساعد وهو نائب القبطان وملاحان مدنيان يعرفان جميع خبايا المد والتيارات ضابط الملاحة ضابط المراقبة موجه الدفة واثنان من ضباط الصف لمراقبة ما يحدث على الأطراف وجندي بحرية من أجل رفع وخفض الأعلام في تقليد متبع منذ قرون يعتقد البعض بأنه تقليد بال من الأيام الماضية لكن البحرية تعتقد بأنه آمن وما زال فاعلا مهمة مكالباين على متن ديرينغ هي إثبات فاعلية الأنظمة المتطورة التي كلفت عدة ملايين من الجنيهات وأن طاقمه الجديد يتقن استخدامها سيقود رجاله ونساءه خلال أسبوع من العمل المكثف في البحر بينما يتم العمل على ديرينغ وتحويلها إلى سفينة حربية بعد خروجها بسلام من قناة ميرزي الغدارة وضفافها الرملية على الطرفين تشق ديرينغ طريقها إلى موقع تدريب الأسطول قبالة الساحل الجنوبي تأتي طاقة ديرينغ من نظام دفع لم تعهده البحرية من قبل يولد محركا غاز جديدان طاقة كهربائية عالية التوتر تستخدم في تزويد محركين كهربائيين لتشغيل كل شيء على متن السفينة السفينة أشبه بمحطة توليد كهرباء عائمة ويشرف عليها المهندس والرائد البحري جوليان لو الذي يحاول دائما الحصول على أفضل النتائج من محركاته لدينا هنا نظام دفع كهربائي مدمج إنها محطة توليد كهرباء ضخمة لدينا أربع محركات أساسية محركان يعملان بالغاز ومحرك في الأمام وآخر في الخلف ولدينا مؤلدان أحدهما في الخلف والآخر في الأمام تبلغ قوة كل واحد من محركات الغاز واحدا وعشرين ميجاوات هذه الطاقة كفيلة بإضاءة مدينة كاملة كجوفينتري أو لشستار سنتوجه لإلقاء نظرة على غرفة محركات الغاز استخدمت أنظمة الدفع الكهربائية في البواخر التجارية لكنها المرة الأولى بالنسبة للبحرية الملكية لطالما كانت البحرية الملكية في الصدارة وطرحت دائما التقنيات الحديثة إذا نظرت إلى الماضي فستجد المدرعات واستخدام المحركات البخارية ثنائية الحركة واستخدام المراوح الدافعة عوضا عن عجلة التجديف استخدام محركات الغاز في البحرية وهي عبارة عن دورة معقدة من عنفات الغاز والنقطة الرئيسية هنا هي أننا كنا دائما الرواد في العالم في الجزء السفلي من الهيكل المغمور تحت الماء تقع إحدى غرفتي المحركات عند هذه المستويات تكون الأبواب والفتحات محكمة الإغلاق للوقاية من الحرائق المحتملة أو من تسرب المياه ولت أيام المراجل العاملة بالفحم وقدارتها هذه هي البيئة الجديدة النظيفة للمحركات العاملة بالغاز لكنها لا تزال تصم الآذان نحن الآن في غرفة المحرك الغازي الأمامي للسفينة هذا الذي يوجد أمامه هو محرك الغاز ومحول الطاقة المتصل به والذي يولد طاقة مقدارها 21 ميجاوات وإلى اليسار منه يوجد المحرك التحريضي المتطور وهو محرك الدفع الأساسي لذراع التدوير اليساري بقوة 20 ميجاوات هذا ذراع تدوير الدافع البكرة الدافعة التي تنقل عزم التدوير الميكانيكي إلى السفينة وفي الأسفل توجد الفرامل التي توقف ذراع التدوير في حالات الطوارئ العديد من هذه الصناديق أقل تعقيدا بكثير مما كانت عليه المحركات الغازية من قبل لكنها أكثر فاعلية بكثير يترأس جوليان لو فريقا مسؤولا عن جميع الآلات من المحركات إلى مكيفات الهواء إلى إدارة مخزوم المياه العذبة وانتهاءا بالإضاءة إنهم يحافظون على جهوزية السفينة للقتال بشكل دائم تحت تصرفهم نظام تحكم حاسوبي يعد قبزة نوعية بالنسبة للبحرية الملكية يتم التحكم الآلي بكل المروحتين من خلال الحواسيب المنتشرة في كل مكان في السفينة ولكن كل ساعة ينزل أحد المهندسين المساعدين إلى الأسفل ليتفقد سير الأمور بشكل جيد تيرينغ موجودة الآن في المنطقة المخصصة للتدريب قبالة الساحل الجنوبي لبريطانيا استدعي الطاقم للمشاركة ببيان موجز بحضور القبطان إنها المرة الأولى التي سينخرط فيها الطاقم والسفينة بمحاكاة حرب واقعية هذا اختبار صارم لتدريباتهم ولمعدات السفينة الجديدة فأقدم لكم موجز الحرب الإسبوعي المساحة التي علمتها على الشاشة هي مياه براونيان الأقليمية يسمح لقوات الناتو بدخول هذه المنطقة أما قوات جينجر فلا أخضر تحركات العدو هي المفاجئة والمنظمة ومتعددة الأخطار وذلك في محاولات متعددة للهجوم على سفن الحلف أريد منكم تحديد مواقع قوات جينجر داخل حدود مياهها الأقليمية سنواجه غدا أوليفر هازارد بيري المسلحة بثمانية صواريخ إضافة إلى سيس بايت هيلو المزودة بقاذفة سيزلر أساسين توتني سيفن إضافة إلى هليكس هذا يعني أننا سنتعرض للهجوم لذا فكلنا سنكون عرضة للخطر لا أريد أن يتم الانقضاض علي غدا لا أريد لهذا أن يحدث على متن ديرينغ هل من أحد المتوتر؟ أن تكون متوترا يعني أنك حي لذا أحب توتركم وتعلم التحكم به واستمتعوا بغدكم 119 رجلا وامرأة يعدون أنفسهم وسفينتهم لحالة حرب إنهم مدركون أن الخطر الرئيسي الذي يتهددهم هو الطائرات الحربية والصواريخ هل سيتمكن رادار ديرينغ الجديد ومتعدد الوظائف من التعامل مع العدد المحتمل من التهديدات المتوقع بذلك؟ سيتم إغلاق مطبخ السفينة خلال التدريب بعد هذه الوجبة لن يجد الطاقم ما يأكله سوى ألواح الشوكولاتة خلال اجتداد المعركة ينهض الطاقم مبكرا في الصباح مستعدا لخوض لعبة الحرب إنها معركة افتراضية لكنها ستكون اختبارا قاسيا للسفينة وطاقمها وأنظمة تسليحها بالنسبة لديرينغ ستكون الفرصة الأولى لتقييم الرادار الجديد متعدد الوظائف عندما تتعرض السفينة للهجوم من الطائرات والصواريخ تبحر ديرينغ بهدوء إلى موقعها ثلاث سفن أخرى تابعة للبحرية الملكية ستقوم بدورها الفرقاطة نورث أمبرلاند وآيرون ديوك والطوافة الملكية المساعدة فورد جورج آخر الاستخبارات تشير إلى احتمالية وقوع هجوم جويا وصاروخيا في الوقت نفسه بينما كان ضابط القيادة يوجه ديرينغ بأمان عبر البحر وصلت الأنباء عن أن طائرة مقاتلة عدوة تحمل الصواريخ في طريقها إليهم سيقود القبطان ماكليباين قتال السفينة من البرج كما أنه سيتوجه للأسفل إلى غرفة العمليات المركز الحساس الذي تتم فيه مراقبة البيانات القادمة من الرادار والتحكم بمنظومة التسليح في الأيام العادية يكون أشبه بمركز اتصال اليوم هو أشبه بصالة ألعاب تعج بأشخاص يحتشدون أمام عشرات الشاشات يقارنون ويزودون البيانات إلى ضباط المعركة ضابط الدفاع الجوي على متن ديرينغ هو الرائد البحري أنغس آيزنهاي هنا نستطيع رؤية كافة بيانات رادارنا وبيانات السونار وغيرها من خلال وصلة النظام وهي الطريقة التي نتواصل فيها بيانيا مع السخن الأخرى أسلحة ديرينغ الهجومية هي 48 صاروخا من طراز آستر تتلقى تعليماتها من نظام التحكم الذي يتلقى البيانات باستمرار من رادار سامبسون بما أن الرادار يدور بمعدل 30 مرة في الدقيقة فالبيانات على الشاشة تحدث بشكل مستمر ومن ثم يتم تلقيمها إلى نظام إدارة المعارك تعرف هذه العملية باسم أفعى البحر تنسق أفعى البحر مع رادار سامبسون الذي له دماغه الخاص به وهو فعال هذا الأخير يراقب بشكل ذاتي سرعة وارتفاع وتسارع وتباطؤ الأجسام القادمة باتجاه السفينة يشير اللون الأصفر إلى مجهول الهوية والأزرق يعني صديق أما الأحمر فيعني إعداء وهذا يساعدنا لمعرفة فيما إذا كانت هذه السفن عدوة أم صديقة أم محايدة عندها نستخدم صواريخ آستر التي تنطلق بسرعة 50 كم في الساعة لإسقاط المقاتلات والطائرات والصواريخ رجل واحد يعطي الأمر بالإطلاق وهو القبطان في اللحظة الحاسمة تماما يتوقف نظام المراقبة والتحكم ونظام إدارة المعارك عن العمل وكذلك الشاشات فجأة أصبحت السفينة دون أعين أو آذان ليسعد الجميع إلى السطح استخدموا المناظير وانظروا إن كان هناك صواريخ قادمة عاد الطاقم ليستخدم تقنية قديمة كانت لتجعل الأدميرال نيلسون فخورا جدا وهي المراقبة بالمناظير لم يكن تعط للحاسوب جزءا من التدريب بل كان واقعيا لقد فقدنا الطاقة يتحقق المهندسون عن سبب فقداننا الجزئي للطاقة ما زال لدينا مدافع من عيار 30 مليمتر لذا نستطيع مواصلة القتال من الصعب رصد النفاثات التي تحلق على علو منخفض بسرعة تفوق الصوت في هذه السماء المكدرة أريد رصد هذه الصواريخ قبل أن تصل إلينا هيا يمسح السماء ثلاثة دقائق وأربعون ثانية تابعوا المراقبة سرعة عمل المهندسين أدت إلى استعادة نظام إدارة الحرب يتم إعادة تشغيل الحواسيب وتعود شاشات الجميع للعمل ثانية عاد النظام للعمل مجددا طالب الجميع في مرمى البصر بالتعريف عن أنفسهم حاضر سيدي شكرا لك رصد الرادار صواريخ قادمة وأنذر أندس آيزنهاي ضابط الدفاع الجوي أعتقد بأننا نتعرض لهجوم من صفور السماء المدرعة يطلب الإذن بإطلاق الهجوم الصاروخي مهمة ديرينغ هي توفير قبة دفاعية بعرض مئات الكيلومترات تم التصدي للهجوم الأول بنجاح توقف لقد اعترضه نظام التسليح لذا قلنا بإسقاطه الغارة التالية ستكون مباشرة في غرفة العمليات تظهر شاشة العمليات الموجة التالية من الهجوم نزل القبطان ماكليباين من البرجي مع بدء الحرب الافتراضية استدر فورا وإلا سيتم اعتراضك سيتم اعتراضك غير وجهتك فورا أهو من طائرة براوني المقاتلة؟ كلا يا سيدي لكننا سنقوم بهذا دفاعا عن النفس أعتقد بأننا نتعرض لهجوم متعددا من صفور البحر المدرعة وقت وصول الهدف هو ثلاث دقائق سيدي أطلب لذن بالاعتراض نعم اعترد طارت العصافير سقور البحر إلى الجنوب الغربي حول تسارع الأحداث منهك يواجه الطقم وحواسيبهم أول اختبار حقيقيا في ظروف القتال لقد اطلقنا العصافير لاعتراض سقور البحر ألفا ويسكي هنا دلتا لقد تحطم الوراث لديك تأكيدان على نجاح الاعتراض أين الهدف الثالث؟ لا تتغير أساليب الدفاع الجوي بمجرد حصولك على حواسيب أو رادارات أفضل كل ما يمكنك فعله هو زيادة مدى النطاق والحصول على دقة أكبر في البيانات التي ستستخدمها في المعركة هناك المزيد من الغارات عاد القبطان مكلباين إلى البرج يعمل البرج مع غرفة العمليات كفريق واحد في غرفة العمليات تظهر المزيد من الإشارات الحمراء على الشاشة وتشير إلى طائرة عدوة تقترب طائرات باتجاهنا وستكون فوقنا خلال 25 دقيقة وهي مزودة بالقنابل والصواريخ تقترب الطائرة من القوات البحرية بسرعة كبيرة لم يتم التعرف عليها بعد أتعقبها من اليمين إلى اليسار إنها تتحرك بسرعة لقد اجتازت خط 23 إنها تتجه نحو آيرون ديوك حاليا لقد عانت آيرون ديوك من أضرار بسبب القنابل طائرة أخرى على بعد 6 كيلو متر طائرة أخرى على بعد 6 كيلو متر الطائرة الثانية الآن عند إحداثيات 1.75 على بعد 5 كيلو متر الطائرة الآن على بعد كيلو متر تتحرك من اليمين إلى اليسار تنقض الطائرة مسريعة على أمل أن تتفادى الرادار هذا مثال مطابق للهجوم الذي وقع على الأسطول البريطاني من الطيارين الأرجنتينيين خلال حرب جزر الفوكلاند أصبحت الطائرة فوق آيرون ديوك انتهى لقد دمرت تلك الطائرات الآن توقف عن إرسال تقارير عن هذه الطائرات مع نهاية الاختبار تكون ديرينغ قد أنهت اختبارا تجريبيا آخر على طريق تحولها إلى سفينة حربية لكن الطريقة أمامها ما زالت طويلة قبل أن تصبح جاهزة تماما تدل أتش أم أس ديرينغ على بداية عهد جديد للبحرية الملكية وخطوة مستقبلية مهمة نحو العالم الرقمي لجيل الحاسوب يقف التاريخ والتقاليد جنبا إلى جنب مع التقنية الحديثة التي تهيمن على حياة معظم البشر خسارة العديد من السفن والرجال في حرب فوكلاند ما زالت تطارد البحرية الملكية وأخيرا تعتقد بأن لديها الآن سفينة قادرة على منع دفع مثل ذلك الثمن الباهظ مرة أخرى هناك الكثير من الأمور لتثبتها ولكن وحتى الآن تقوم بالضبط بما كان متوقعا منها ما سنكون قادرين على فعله سيغير الطريقة التي تنتشر وتستخدم فيها الأصاصيل في القتال بينما يعتقد البعض بأن الإنفاق على الدفاع هدر للمال